تحية مجددة لكل متتبعات ومتتبعي قناة مراكل لبويشن المداخلة هذه هي مداخلة كتفاعل مع آخر مستجدات الحراك ومعتقل الحراك فعلا بدم الشهداء لأنه القلب تيبكي بالدم تيبكي الحالة اللي وصلنا لها احنا كشعب المغربي وكواطن لما يوقفوا ناس من خيرة الشباب دي المغرب اشرف الناس في المغرب يوقفوا ويحكيوا على أنهم في القرن الواحد وعشرين تعرضوا لا 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 إهانات ومدلة مش فيناها لا في الدولة الصيونية مش فيناها حتى في الحرب الدول اللي تتعيش حرب كسوريا مش فيناها في الدول اللي تنقولوا عليها احنا همجية ما عمرنا سمعنا بأنه معتقالين طالبوا الخبز طالبوا بمستشفاء طالبوا بصبيطار طالبوا عبد الله بصبيطار يدوا فيه طالبوا بجامعة طالبوا بفتح التحقيق في خاضية قتل قادية الإجرام القتل دي المشهيد محسن فكري العتابي الشهيد العتابي الشهيد العتابي الشهداء دي البنكة طالبوا بأمور ليها في دول بقى مرتاقات المستوى اللي نقولوا عليها ديمقراطية أصبحت مسائل جاري بها العمل تتعرضوا ليها نتخشى لهم الأصابع في المؤخيرات ديالهم والزرعوت في المؤخيرات ديالهم أش هات الحالة اللي وصلنا لها وبقينا نشوف للشعب بقي تيتعاود على روما وتيتعاود على برسالونا واش احنا واش اقتلوا مننا النخوة اقتلوا مننا الشهامة واش نساونا في تاريخنا نساونا في هويتنا تحنونا فينا هو الريف اللي مقدر تسلطن على ويطوعوا ويدخلوا تحت السيطرة ديالهم منطربوا دير اسماعيل السفاح إلى حدود ها هو محمد السادس بقي عجز يطوع الريف ولكن أهل الريف ها هم بكل صراحة مع النفق ها هم تتخلى على الأبطال ديالهم يعني أن المخزن اقتال على الرجال الحقيقيين ديالريف والآن يناموا على سريرين من حارير عارف أنه هو الأبطال اللي قدروا يهوجوا يهجوا ويخرجوا الناس ديالريف راح عنده في المعتقال تهين فيهم يوميا على رأس كل تانية وعلى رأس كل لحظة كيف يعقل على أننا احنا المغاربة وصلنا لهذه الحالة كيف يعقل على أننا تنضون ثوروا لقبل القدس وتنضون ثوروا لقبل واحد ترسم كاريكاتور ديالريف 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 وتنطوروا على وما تنقدروش نطوروا على واحد هين تغتاصب فقط لأنه طالب السبيطار اللي عيتنفع منه كل شي الجامعة اللي عيتنفع منها كل شي الناس اللي تدوا وطالبوا بالحقوق اللي احنا كلنا كمغاربة ما كانتش عدنا وما عندناش وما يعطيوها الناش ولكن الثورة دي انه تتنض قل لك القدس عربية ماشي عبرية عمولة وزفزافي شنا هو ماشي مواطن مغريبي تكلم باسم باسم مطالب تتشكل 98% من المطالب دي مخاربا واشحنا هوجونا احنا نقول لي وتابعين هالقضايا اللي تعبؤون بها من من القنوات الجزيرة ومن القنوات المخزانية والقضايا الوطنية دي ان اللي تتعلق بينا وبولادنا وبالاجيال الجزيخ خليتوا منه بول بلاد ماليك كل مرة مخرج لكم اي شاعة باش تتلاهم على ومريض بالضيقة ومريض ببقلي بالكحل اذاكر عنده 60 الف طبيب عوض طبيب واحد عنده خمسالاف مستشفاء عوض مستشفاء واحد يمشي الفرنسا طيرية قال لكم من فرنسا البلد تتتحن وتتموت وتتقطع والدعارة والبيدوفيلية والشرميل والاجرام والاقتصاد اللور والنهب والكريدي صندوق النقد دولي اتقالك هيلانا وهو قلس لي فرنسا قال لكم من فرنسا فكر فيني يمشي من هنا همشي ندير عمر قال لكم في مكة همشي نغفر الدنوب واشتيت نزو عليكم واشهد المدلة ولنا نشهد المدلة ولنا نشهد الشوها ولنا بين الدول وبين الشعوب واشحنا معا نوقفوش واش نقولو باركا باركا واش معا نرتاقي واشحنا احنا فهمنا هذا بفهموها ولم بغيتوش راه لا فرقة بين رفع المطلب السياسي ورفع المطلب الخبزي المسألة والقضية لانها قضية وسائل انتاج راه هاد المالك وعي صعبتو راه ما عيد خلاوش على وسائل والموارد الطبيعية والموارد الاقتصادية ووسائل الانتاج بشكل عام اللي موجودة في المغرب راما تعتقدش انك ملعت طالبهم بمدرسة وقسم بادرة معي ديرو الكوال والداليل ها هو الناس طالبوا ببابا بسبيطار بجامعاه هما تعاملهم وكأنهم هما اكبر المجرمين بينما نفس هاد المالك تعتقد البيضوفيليين تقتصبوا الدراري الصغار تعتقد المشرمليين تقتصبوا بناتنا وخوتتنا في الشارع الام امام الناس تعتقد نهيب للمال الام بحل ملك رط هاد وتيجي عين مرة خراع وتاني في منصب سياسي ولكن ولادنا اللي طالبوا بالخبز تخشو ليهم الصباح في المؤخرة ديالهم والأصي في المؤخرة ديالهم واش مبغيتوش تفقو واش عطقو تصنتو الهضر العياش الوه داعش بوعو داعش يخرجو النا داعش عيجو النا داعش را ما كانش داعش الكبير هو محمد السادس را بوعو الكبير اللي ينهب ولي مهينكم ومدلكم هو محمد السادس وعصابته داعش معي وصلو لكم هو داعش وداعش هو راهم نبه جهاني لنفس العملة والداليل هو انهم الاسلاميين كلما ما تخدموا مصالح وتي دفعوا عليه الى طيحت محمد السادس طي عقا الاسلاميين اللي قدروا يديروا لكم الداعيش واش انتم ما تتميزوش واش ما قادرينش تحدوا ودفعوا لبلادكم ودفعونا واش ما قادرينش واش نحن مشاة نخوها واش نقولين ان نحسب من عداد المفقودين الناس الجامدين الموت اختاروا وقل العري وصد احسن الناس في الريف او الريف عجز تيسان الناس اللي معتقل له كيف يعقل اننا وصمر هذا المستوى كيف يعقل للأسف كيف يعقل حال الوقت باش رفعوا المطلب للمطلب السياسي رأي خبز تدتا يلي حبس وتتقتل وتتشهد وتتعدب عليها يجيب التلطيق يجيب المطالبة بكل وسائل الانتاج ما شي الفتاة نطلب بخبيزة نطلب بصبيطار هنا ومستشفى هنا يجيب استرجاع المطالبة باسترجاع كل المستحقات الشعب المغربي يجيب مطالبة بمحاسبة المالك والنهب اللي انهبوه والثاروات اللي انهبوه والعصاب والاسترجاع الفرض على العائلة المالكية اعتزال السياسة على ما رأساكن في فرنسا هو أصلا لم يبقى لدي السياسة والتي تجار عن النهب لدي لدي الفتوان يبقى يعيش فرنسا يعيش فرنسا لكن يعيش من يجيبوه هذيك الفلوس اللي هرب كل هذي ويجيبوها المطلب السياسي يجيب رفع المطلب السياسي ده بها الخبز هذي ما بقى تشمسلك تخرجوها سلمية سلمية تنتهي بالاغتصاب والقتل والتعذيب والسجن واش باقي ما فهمت وش باقي ما بل لكم مش الصورة بقى ما كتهملات راه بداعيش غيبوع المشكلة الحقيقية اللي تهدد المغرب والمغاربة هو النظام السياسي الراهين والمافيا اللي ضايرة به الى متى واش بقى ما هذ هذة الصورة هذي ما بغتش توضح لكم بانهم راه هم محتوط انتم ما باش ينهبونا كشعب باش يدلونا وباش يجيبونا فنان الارض وبان الخوانة الحقيقيين هما هذو اللي تهربوا الخيرات دياله بلادنا واللي تغتصبونا ولادنا في السجون واللي تقتلونا ولادنا في الشوارع واللي تطحنونا ولادنا في الكاميونة دزبل واللي تدهسونا ولادنا في زرادة واللي تعتشونا ولادنا في زاقورة واللي تقتلونا ولادنا في اسفي واللي تسرقونا الحد ديالنا وتسرقونا الفوسفات ديلنا والمعادين ديلنا وتمسيطليننا على الاراضي الف�이حية ديلنا هادو هما الخواناها ر perceived الذي تقول كلمة الحقيقة تتظد لهم هادك هو اكبر واطني وهادك هو اكبر انسان تيبغي بلاده ر午 هادو الناس اللي تعتقلوا هادو هما الواطنين هادو هما الناس destined هادو الناس التي تدفعوا عليهم انتم وتتقولوا عليهم هادو هما الاعلى حامينا لو الامن والاستقرار هذو هما اللي تهدوكم في اي لحظة بالبطاجية وتهدوكم بالعسكر والاجهيزة القمعية الصورة وضحات وبانت لما بقى حصة توضيح ما بقيتوا تحتاجوني الى انا لا غيري وضحة لكم احنا غيرتا نفكركم غيرتا نذكركم مما الصورة رايوميا تتخرج للشارع سواء عندك خدمة سواء ما عندكش خدمة في طريقك تتشوف هادشي اللي تقولك عليه كله منناня التلمشي الى دوا في صبيتار تتشوف هادشي اللي تقولك عليه كله مني na تمشي الى تاخد ورقة من إدارات تتشوف هادشي اللي تقولك علي كله مني fala تتفرج في المشاكل دي تُقع في البلاد وتتسني الحاكم تقولشي احاجة بهالإفادة تتشوف هادشي اللي تقولك كله الطيارات التي تيخرجوها تيديوه تديوها فوسحى تيخرجو معها خمسة الطيارات تتشوف هادشي كله الافتعال الذي ندخل حرب سوف تشوفها الجوع ركت تشوفه يوميا الفقر ركت تشوفه يوميا المذلة تشوفها يوميا الإهانة تشوفها يوميا رمقيتوش تحتاجوني لأنا لا غير نقولها لكم رأيتها نذكركم تم عارفينها نحن رأيتها نذكركم وأتمنى الرسالة تكون وصلت رأيت شي هذا قلب تيدميليه بدم الشهداء الحقيقيين قلب تيدميليه وما في أينسان سطهر%. باقي الانسان عنده بلعصات يدهاوه يدكير على الكوراه يدكير على المسلسالات توركية والمكسيكية الشهادة تالح الحالة وصلنا لها مع الضعارة وم Tonyna المركز الدولي ديالها تش asks الحم مركز الدولي ديالها لحنونا بالمخدرات بالكوكيين وصلوا لنا شرميه اللي احنا عدناه يمشي التبنادم عدناه احنا تيدخل الحبس بحال الله ده خلو طيلة لان العفو الملاكي جاي شو رفاء يتحاكموا ويتعذبوا في الحبس والبيضوفلين المقتصبين يتحروا بالعفو الملاكي واشو هدا مشي مافيا هدا هدا مشيش فاره هدا هدا مشيش سوسيوبات سايكوباتي هدا باقي تتسميه لي انت ماليك يقول لك اجمل بلاد في العالم انت مرة ماشي فينش البلدان الناسة قرطان خضر على دول العالم لتتسمى العالم التالي تقارنام على المغرب مغربتي بان كمستنقع الزبالة اتمنى رسالتي تكون وصلات واحيي كل حرار وحرائر اللي عندهم غيرة على هاد الوطن بالصح وحان الوقت ارتاقيه بمطالي بناء المطلب السياسي اخو بزراغي تضحى ولادنا على اولو تيتهانوا على اولو والى اللقاء